السلام عليكم التعليم اللي رح نشوفها بفيديو اليوم هي تعليمة CP اللي هي كمان واحدة من التعليمات البسيطة والتي بنستخدمها بشكل يومي او بشكل شبه يومي لحتى ننقل او ننسخ مسارات او ملفات من مكان لمكان تاني استخدام هذه التعليم بغاية البساطة كلمة عليها ان اعمله ان اقل له CP بعدين اسم الملف او المسار اللي بدي انسخه اللي هو Source وبعدين بعطيه لين بدي انسخها اللي هو Destination فهذه هي هيكلية التعليم بكل بساطة رح نستبدل السورس والدستانيشن فلنشوف محتويات المسار اللي انا موجود فيه فرح اقل له LS-LA فرح شوف انه ضمن هذا المسار في عندي ملف اسمه فايل واحد وفي عندي دير واحد او مسار اسمه دير واحد فلو قلنا انه انا بدي انسخ الفايل واحد اللي يصير جوه الدير واحد خلينا اول شي نشوف انه ضمن الدير واحد ما في عندي اي شيء فرح اقل له CP فايل واحد لون بدي انسخه بدي انسخه لدير واحد هلا اذا رجعت وقلت LS دير رح شوف انه ضمن الدير واحد انتسخ عندي الفايل واحد ولكن الفايل واحد لسه موجود ضمن المسار اللي انا موجود فيه طيب هاي التعليمية ممكن انها تعتبر خطيرة نوعا ما اذا كنت عمالي استخدمها بدون options لانه انا اذا كان في عندي ضمن الدستانيشن الجديد او المسار الجديد ملف بنفس اسم الملف اللي انا عمالي انسخه فهو رح يستبدل الملف الجديد او الملف بالمسار بدون ما يسألني انا لحتى خلي هاي التعليمي مور سكيور او امنة اكتر فبستخدم معها الفلاق اللي هو داش اي فرح له CP داش اي بعطيه اسم الملف بعطيه اسم المسار وبعطيه انتر فعمل ما اللي شايف انه عمالي يسألني هل بتري بالتأكيد استبدال هاي التعليمي فانا لازم اكتب له يس لحتى انه يستبدل الملف هلا وقت اللي بكتب له يس خلص هو عرف انه انا مالي سائل على الملف اللي موجود بالمسار وبدي استبدله هاي كان مجرد الاستخدام البسيط لتعليمه CP بلتقي فيكم بفيديو بكرة وبإيمان الله